اذا طلعت شمس يوم عرفة التاسع من ذي الحجة سار الحاج ممنى الى عرفة ونزل بنمرة الى وقت الظهر ان تيسر له وإلا فلا حرج عليه ويجب على الواقف بعرفة ان يتأكد من وقوفه داخل حدودها فالحج عرفة ولا حج لمن وقف خارج حدودها وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها فاذا زالت الشمس صل الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم ثم يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن ويحرص على اغتنام اخر النهار بالدعاء ففي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء الى غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة الى مزدلفة فيصلي بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها ففي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتجع حتى طلع الفجر فاذا صلى الفجر اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما احب حتى ينكشف النهار جدا فان لم يتيسر له الذهاب الى المشعر الحرام دعا في مكانه ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف